وتنضم إلينا من بيروت مراسلة الإخبارية مارسيل كرم أهلا بك مارسيل معنا في هذه التغطية المباشرة من الإخبارية حول كل المعلومات التي وردت اليوم في المؤتمر الصحافي الخاص لقوات دعم الشرعية في اليمن التحالف على لسان المتحدث الرسمي له العميد الركن تركي المالكي قبل لحظات بثت الإخبارية لمشاهديها هذا المقطع الذي يثبت بالصوت والصورة تدريب قيادي من حزب الله اللبناني الإرهابي لمطلوب إرهابي وهو أبو الحاكم أدلة تورط حزب الله الإرهابي في كل تلك العمليات من قبل جماعة الحوث الإرهابية تجاه المدنيين سواء في اليمن أو في المملكة أيضا ما هي الدلالة هنا مارسيل وأنت تحدثت كثيرا ربما معنا في نشرات سابقة وإطلالات سابقة حول الحديث عن وجود وتمركز حزب الله الإرهابي نعم اسماعيل يعني للأسف ما كشفته اليوم قوات التحالف وهذه الوثائق والأدلة تؤكد بشكل لا لبس فيه أن حزب الله متورد بشكل كامل في حرب اليمن تماما كما هو متورد في حرب سوريا وأيضا بالتدخل بشؤون الدول العربية الأخرى من الكويت إلى مصر إلى غيرها من الدول العربية اليوم حزب الله يؤكد أكثر فأكثر أنه أداة إيرانية ينفذ الأجندة الإيرانية بعيدا عن الأجندة العربية تحديدا واللبنانية بشكل خاص اليوم يعني أبعد من ذلك اسماعيل حزب الله نعم يتورط بحرب اليمن وهو أيضا يكون بتدريب الحثيين ليس فقط في داخل الأراضي اليمنية بل أيضا كان أقام معسكرات تدريب الحثيين في أكثر من بقعة لبنانية خاضعة لسيطرته وهذا ما كان كشف سابقا مرارا وتكرارا في أكثر من منطقة وفي أكثر من موقع وأيضا حزب الله يستخدم ضاحية بيروت الجنوبية منصة إعلامية حيث يتواجد فيها العديد من المواقع الإلكترونية ومحطات البث الإزاعي والتلفزيوني المحسوبة على الحسيين التي توجه سهامها باتجاه المملكة ودول الخليج والعالم العربي بشكل عام لذلك اليوم حزب الله منخرد بشكل تام في حرب اليمن أكان داخل اليمن أو حتى خارجها وهو بذلك يثبت أكثر فأكثر أنه إيراني الهوية إيراني الانتماء وليس لبنانيا بأي شكل من الأشكال وهذا ما يؤثر بشكل كبير جدا على مصير اللبنانيين أكان في لبنان أم حتى خارج لبنان اليوم حزب الله يأخذ لبنان كله معه رهينة لحساباته ولأجنداته الخاصة هو يعني يضرب عرض الحائط كل علاقات لبنان بعمقه العربي وهو أبعد من ذلك لا يأبه لتحسين العلاقات مع المجتمع العربي لأن هدفه الأول والأخير تنفيذ أجندة إيران بالسيطرة على المنطقة وبالتالي ضرب الوحدة العربية لذلك اليوم نتوقع ردود فعل قاسية جدا في لبنان لما تم الإعلان عنه اليوم من جانب قوات دعم الشرعية في اليمن واليوم لابد أن تعلوا الأصوات أكثر فأكثر لتضغط على حزب الله لوجوب أن يتوقف سريعا عن هذه الممارسات التي تضر بمصلحة لبنان أولا وأخيرا بالمناسبة طبعا مرسيل أنا معك خليل إسماعيل إن شاء الله بعد تمام الساعة السابعة سوف يطل على المشاهدين مارسيل أنت ذكرت قبل قليل أن حزب الله الإرهابي طبعا إيراني الهوية والانتماء وهناك العديد من الأدلة ذكرتها طبعا قبل قليل وأيضا بالإضافة إلى كل تلك الأدلة التي يعرضها تحالف دعم الشرعية في اليمن بشكل مستمر ذكرت بأنه من المتوقع أن تكون هناك ردود فعل داخل لبنان ولكن كيف سيكون شكل هذه الردود وهل بالفعل سنتوقع تأثيرا كبيرا من قبل اللبنانيين تجاه كل الممارسات التي أثبتت اليوم حول حزب الله الإرهابي نعم للتصحيح خليل عفوا على ذكر الاسم بالخطأ خليل لا شكل يوم بأن كل ما يقوم به حزب الله بات يشكل عبءا على لبنان حتى على بعض حلفاء حزب الله الذين بدأوا يرفعون الصوت ولو بشكل خجول نسبيا ولكنهم لم يعد هناك قدرة لأي فريق لبناني على تحمل هذه الممارسات وهذه التصرفات التي يقوم بها حزب الله أكان في الداخل أم في الخارج اليوم هناك أصوات ترتفع بشكل كبير ضد ممارسات حزب الله نذكر منها على سبيل المثال للحصر كل الأحزاب السياسية في لبنان من حزب القوات اللبنانية حزب الكتائب تيار المستقبل الحزب الاشتراكي باستثناء التيار الوطني الحر حليف حزب الله استراتيجي هو بدأ يبدي بعض التململ من تصرفات حزب الله ولكن لم ترقى بعد هذه التململ إلى حد الانفصال الكامل والكبير عن حزب الله هنا أيضا لابد أن نشير إلى تململ شعبي كبير جدا من تصرفات حزب الله التي تعمق الهوى بين لبنان ومحيطه وعمقه العربي الكل يدرك اليوم أن لبنان لا يستطيع أن يتنفس من دون الخاصرة أو من دون الهوية العربية أو من دون إخوانه العرب وتحديدا الخليجيين لذلك اليوم الأصوات ترتفع بشكل خاص من الشارع اللبنان الذي يطالب حزب الله بالكف عن كل هذه الممارسات وهذه التدخلات في شؤون الدول العربية التي لا ناقة لنا ولا جملة فيها لذلك يتوقع كما ذكرت أن ترتفع الأصوات المطالبة بردع حزب الله ولكن للأسف خليل اليوم حزب الله يسيطر على موقع القرار اللبناني الموقع القرار السياسي في لبنان وعلى قرار الحكومة لذلك لا نتوقع في السياسة أو في القرار الحكومي أو القرار الرسمي أي مواجهة لحزب الله طالما أن حزب الله هو من يشكل هذه الحكومات اليوم وهو من يتحكم بهذه الحكومات اليوم ربما هناك هذا التململ داخل الشارع ربما قد يترجم بتحركات أو اعتراضات أو تحركات أو احتجاجات في الشارع ولكن لا يمكن أن نؤكد بعد على هذا التحرك بانتظار بدء المؤشرات الشعبية التي لابد أن تبدأ بالظهور في الساعات القديمة ليبني على شيء مقتضاه نعم يعني مارسيل ونحن نتشارك في الحديث معك حول هذا الموضوع للأسف يعني سمع مثل هذه المعلومة وأنه حزب الله الإرهابي ما زال هو المسيطر بعد كل ما أحدثه داخل لبنان من آثار يعيشها اليوم المواطن اللبناني يعني حتى هو السلوك الإرهابي له حتى وإن تعدى حدود لبنان في اليمن فالتحالف لن يتضرر فهو لديه القدرة الاستراتيجية حسب ما تابعنا اليوم ولديه الحكمة والنفس أيضا في الرد ولكن المتضرر حتى وإن كان خارج الحدود هو اللبناني سواء كان داخل حدود لبنان أو خارج حدود لبنان أليس كذلك صحيح صحيح هذا الكلام صحيح مئة في المئة خليل من يدفع الفاتورة الباهظة اليوم لكل هذه الممارسات ولكل هذه العنتريات لحزب الله هو بطبيعة الحال المواطن اللبناني أكان في الداخل أم في الخارج اليوم اللبناني في داخل لبنان يعيش بظروف اقتصادية واجتماعية ومالية قد تكون من الأصعب في تاريخ لبنان كل ذلك لأن حزب الله بفضل ممارساته وتدخلاته الخارجية أقفل الباب كليا على لبنان حاصر لبنان بشكل لم يعد هناك من أي سبيل لأي مساعدة للبنانيين من الخارج طالما أن المعادلة واضحة اليوم يعني المطلوب من السلطات اللبنانية كفية حزب الله وإما المزيد من الحصار على لبنان اليوم للأسف خليل كما ذكرت لا تستطيع السلطة السياسية مواجهة حزب الله لأنه يضع سلاحه على الطاولة يضرب يده على الطاولة لا يستطيعون مواجهته وبالتالي هذا الحصار ضد لبنان مستمر ونتوقع أن تشتد وترته أكثر خصوصا وأن حزب الله أيضا يعرق لليوم ويعطل أي تفاهم ممكن مع صندوق النقد الدولي من أجل أن يلتقط لبنان أنفاسه بعض الشيء خليل أيضا هناك خشية من اللبنانيين لنقولها صراحة اللبنانيين المتواجدين في دول الخليج العربي أعدادهم تتجاوز 400 ألف أسرى لبنانية يعتاشون في دول الخليج هم يخشون اليوم على مصالحهم رغم أن دول الخليج أكدت مرارا وتكرارا أن مشكلتها اليوم مع حزب الله وليس مع المواطن اللبناني ولكن هذا لا يمنع من هذا الخوف وهذه الخشية لدى اللبنانيين من أن يتأثر بكل ما يجري في الداخل اللبناني ويتأثر بكل ممارسات حزب الله التي يعني يواصل هذه الممارسات لبل أكثر يمعن ويزيد من هذه الممارسات المرفوضة وغير المشروعة وغير المقبولة تصرفاته لا تقتصر فقط على الدول العربية لا تتعدى إلى الدول الأجنبية والدول الأوروبية وشهدنا مؤخرا أيضا يعني ما حصل في أمريكا اللاتينية من توقيف مجموعات كانت تهرب الكابتاجون الذي يستخدمه حزب الله لتمويله بالتالي أنشطة حزب الله المزعزعة للأمن ليس فقط في العالم العربي بل أيضا في المجتمع الدولي بأجمع يؤثر بشكل مباشر وبشكل أساسي ورائسي على اللبناني أكان داخل لبنان أم حتى خارج لبنان إذن شكرا لك مارسيل كرم مراسلة الإخبارية كنت معنا من بيروت